بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي فيديو الحالي بعنوان حماية خلايا معينة والقفز إليها مباشرة في الـ Excel اللي عاوزين نعمله في الفيديو الحالي نفترض أن عندنا بعض الخلايا التي تم تنسيقها بلون الأصفر والخلايا دي هي خلايا إدخال البيانات الخلايا دي سيتم إدخال البيانات من خلالها وباقي الخلايا فيها معادلات المفروض أن عاوزين نعملها حماية معينة محدش يعرف يتعامل معها بالتعديل والحزف والإضافة وغيرها وكمان عاوزين نعمل إيه؟ عاوزين لما أنتقل بزر تاب من لوحة المفاتيح الطبيعي أن أنا لما بضغط على تاب بنتقل الخلية اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها كده لا أنا عاوز لما أنتقل بتاب أنتقل من الخلية بتاعت إدخال البيانات اللي بالأصفر دي مباشرة إلى الخلية التالية لإدخال البيانات وبعدين اللي بعدها مهما كان موضعها طبعا تم توزيعهم عشوائيا بالترتيب كده ده اللي هنعمله في الفيديو الحالي ان شاء الله ببساطة وبطريقة مباشرة انا بستخدم حاليا يعني تظليل الخلية النشطة من خلال ادوات كوتولز الرائعة اللي يعني حاولنا نشرحها في اكتر من فيديو سابق ومكملين في شرحها ان شاء الله في الفيديوهات التالية نبدأ على بركة الله اول خطوة معنا عاوزين نحادد الخلايا الصفراء اللي هيتم ادخال البيانات اليها اول شي هنحادد اول خلية وبعدين اضغط على زر كنترول من لوحة المفاتيح وحادد اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها وهكذا ولكن الطريقة دي تصلح في حالة ان عدد الخلايا دي عدد قليل وبسيط انما لو عند حضرتك شيت كبير وفيه عدد كبير من العمليات دي فيعني مرهق للغاية وشغل مش احترافي فعاوزين نشوف طريقة تانية هروح على بحث وتحديد واضغط على بحث هابحث عن ايه هابحث عن اضغط على خيارات واروح على تنسيق واختار من الكمبو بوكس ده اختيار تنسيق من الخلية واضغط كده واروح اختار اي خلية من الخلية الصفراء اللي عندي دي بكده فلاحظ ان هو هنا عميل لمعاينة على الخلية الصفراء التنسيق ده على فكرة مش الخلية الصفراء بس ولكن تنسيق الخلية بالكامل يعني هي نص او رقم الرقم تم تنسيقه بصيغة ايه علامات عشرية فواصل الالاف كل شيء مش هو خد تنسيق الخلية دي كله وبعدين اروح اعمل بحث عن الكل فهيكتب لي كل الخلية هنا في النافذة دي تمام اعمل كنترول ايه هو انا هنا فبيحددهم كلهم هو كده حدد الخلية الصفراء كلها التي لها نفس التنسيق اعمل اغلاق للنافذة دي هم حاليا متحددين اهوات هروح كليك يمين واختار تنسيق الخلية تظهر لي طبعا نفسة بتاعت تنسيق الخلية اروح على حماية وتم تأمينها دي اشيل الشيك بوكس بتاعها خلاص اسيبها كده وبعدين اعمل موافق حلو كده خلاص دي الخطوة الاولى المهمة بعد كده نطلع من التحديد ده واروح على حماية ورقة البيانات الحالية اللي هي ممكن اوصلها من اكتر من مكان ممكن نكليك يمين على الشيط من تحت كده واختار حماية ورقة البيانات هيقول لي دخل كلمة السر هدغط واحد اثنين تلاتة طبعا اكتب كلمة السر لتناسبك طبعا موافق وبعدين يطلب مني اعادة تأكيد لكلمة السر لازم تكتبها هي هي بالزبط وبعدين موافق لو كتبنا هنا في الخلية الصفراء دي اي رقم فطبعا بيقبل ان هو يكتب هنا الرقم لو في خلية يعني لم يتم تنسيقها باللون الاصفر زي الخلية دي وكتبت فيها اي رقم طبعا او اي اسم او حرف او اي شيء طبعا الخلية دي محمية لا يتم الكتابة فيها الخطوة الاخيرة ان احنا عايزين ننتقل بزر تاب نشوف كده هيروح معنا فين بالفعل بينتقل انا بضغط على تاب من لوحة المفاتيح بينتقل الى الخلية خلية ادخال البيانات التالية بزر تاب من لوحة المفاتيح طبعا ده يعني ببساطة كانت المعلومة الحالية اللي حاولت اشارك بيها في الفيديو الحالي وكمان لو حبيت تشيل الحماية عن الشيط الحالي تلغي الحماية بتاعته من نفس المكان بتروح على كليك يمين وتختار إلغاء حماية ورقة البيانات الحالية او الشيط الحالي وبيطلب منك كلمة السر لو معك كلمة السر بتكتبها كتابة صحيحة بيتم ازالة الحماية مباشرة دي كانت المعلومة اللي حاولت اشارك بها في الفيديو الحالي يارب تكون معلومة مفيدة ونافعة ادعمنا بالاشتراك في القناة سبسكرايب وشير للفيديوهات واكتب لنا في التعليقات يعني لو لك استفسار او لك اي طلب معين شكرا لمشاهدتكم اطيبة والى لقاء قريب كنت معكم ابراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته